في كل الاتجاهات يحارب العراق وينتصر لكن تضميض الجراح لن يكون سهلاً إلا بتضحيات تصنعها قواته البطلة في اتجاه إرهاب آخر ضد شبابه ونسيجه الاجتماعي وبعملية نوعية استمرت لأيام يطيح جهاز الأمن الوطني بإشراف مباشر يقوده عبدالغني الأسدي رئيس الجهاز حيث يطيح بشبكتين لتجارة المخدرات في كاركوكا والنجاف العملية الأولى نفذتها مدرية الأمن في كاركوك بناء على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية تمكنت المفارز خلالها الإطاحة بواحدة من أخطر شبكات تجارة المخدرات المكونة من أربعة أشخاص ضبطت بحوزتهم 1090 حبة مخدرة ليقودهم التحقيق إلى مخبأ مهم يضم 12500 حبة العملية الثانية جاءت استكمالاً لجهود جهاز الأمن الوطني في ملاحقة واعتقال عصابات المخدرات عملية استمرت لأيام عدة للقبض على عصابة من ثمانية أشخاص متورطين بتجارة المخدرات تجارة المخدرات التي أصبح تضرب الأمن المجتمعي في البلاد لم تغفل عنها الجهود الأمنية المستمرة في الوصول إلى منابع صناعتها ونشرها بين العراقيين جهود يقودها الأمن الوطني بقيادته وانتهاج الخطط الأمنية لقطع رأس مموليها ومروجيها في العراق تشير تقارير إلى أن منفذ الشلامتة الحدودي مع إيران هو الأبرز في التهريب إضافة إلى ارتفاع نسب الانتحار والإدمان بين صفوف الشباب ما يضع تحديات خطيرة أمام مواجهة الظاهرة الأكثر سوءاً والتي تعمل على ارتفاعها إصابات بعضها يعمل لأجندات خارجية